السلام عليكم يا شيري ان شاء الله تلقاكم بهذا الفيديو انتو ما بخير وعلى خير اليوم جيتكم بوصفة جديدة وصفة بيزا خفيفة جي من الداخل خفيفة قطن من البرة جي من قنمشا جي ما شاء الله بواحد لابات منعيا نحكي لكم كتسيوها جربوها واردو لالخبر جي روعو سوف يكتسيو هاد الابات غادي سويلو تحتامدو هاغي هي دونك ما نطولش عليكم رح ونشوفو المقادير تعال عجينة بتاعنا عجينة البيتزا رح نحتاجو زوج كيسان تعمة مايو عادل خمسمية ميلي لتر تعمة نزيدو عليها مغيرفة كبيرة مغيرفة كبيرة تاع خميرة الخبز مغيرفة كبيرة تاع السكر ونضيفو عليهم زوج مغارف كبار تاع الفارينة نخلطوهم جيدا نغطو عليهم ونخلوهم حتى الخمس دقائق وعش دقائق حتى التفاعل معناها هذه الخميرة ونحلو نزيدو عليها زوج مغارف كبار تاع الزيت ونبدو نزيدو في الفارينة تدريجيا ونزيدو مغيرفة تاع الملح نزيدو عليهم مغيرفة صغيرة تاع الملح ونبدو نضيفو في الفارينة تدريجيا كما بتلكم ونخلطو كما كتشوفو معايو نخلطو هاكا بالملعقة نخلطو ها حتى تبدو هاكا تطلق روحة تشوفو معايو وبعدها نزيدو نعودو نضيفو الجزء الثاني تاع الفارينة والفارينة عينكم ميزانكم تبدو غادي تضيفو في الفارينة حتى تتحصلو على عجينة متماسكة وطرية هاكا كما كتشوفو معايو نلمو كامل هاديك العجينة بتاعنا بهاتطريقة ونضيفو الفارينة حتى تنطم معانا وسولي ما توليش معانا نباط مزقعتش تتلسق من بعدا نغطوها نخلوها شوية عفوا نخلوها شوية تتلسق نغطوها نخلوها تريهو حتى الخمس دقائق ونعاودو نحلوها ونعاودو نكسلوها كما كتشوفو نعاودو نخليوها نكسلوها بشوية عزيت ونغطيوها ونخليوها تتخمر معانا هنا نروح نحضروا اللاصوس داعنا هنا يدرت الجاج بغن ديرها بالجاج بيتزا بالجاج هنا يحكمت شوية تعبصل قليتان بعد ضفت لها شوية تعال بولي آشي تعال جاج مرحي كمية اللي كانت عندي في الضار نتفتع لها خليتهم نتقلة ونفتع لها شوية تعال منح شوية سكنجبير وشوية تعال توابل الشوارمة ولا الكوري ولا الكوري عفوا الكوري درجاج ونخلطو ونخلوها تتقلة جيدا بعد ما تتقلة معانا طوك هنا يم بعد ما تتقلة معانا كي ما بتشوفوا معانا زدفت لها عفون شوية تعال الفلفل اسود ونخلوها تتخلط عفوا تتقلة بعد ما تتقلة ننحيوها من المقلع وفي نفس المقلع نروح نخدمو لاصوس داعنا بالنسبة لاصوس حكمت زوج حبة تحتو ماطيس كبار قطعتهم قطعة صغيرة قطعتهم قطعة صغيرة قطعتهم قطعة زيتون شوية التوم وريقة تعال الرند وشوية تعقل عقب دي بخوفنس ولا الاعشاب المنسيمة ولا تديرو شوية تعال زعيترا ونخلوها على نار هادي حتى تتدوب معانا هاديك هاديك الطماطيس وضفنا لها شوية تعال ملح وهادي هي ونخلوها توجد معانا لاصوس تعالنا دوك تشوفوها معي كيفاش هادي خلوها لنار قليلة باش تا ما تقويوا لها شنار باش تدوب باش تدوب كامل هاديك طماطيس تولي عنا انسوس ها هي بعد ما وجدت كي ما كتشوفوز ضفت لها شوية تعال شوية تعال ما هاكا وخليتها ومبعد طفيت خليتها بعد سوش دقالق ومع طفيت عليها وهنا بعد ما تخمرت معانا العجينة بتاعنا حكمتها كي ما كتشوفو قطعتها على آآ ثلاث قطع هادي هادي الكمية تخرج لكم آآ ثلاث خبزات ثلاث بيتزات ضونك آآ قطعتهم وغطيتهم بعد حكم خليتهم شوي وحد تلسو شتقايق ولا تلت قايق وبطيت نحكم بالحبة ونحلها بهالطريقة كي ما كتشوفو معايا في لا فيديو نحلوها وبعد نحطوها في هاتس نيوة تعال انتاع البيتزا ونسكموها من الأطراف من الجوانب كي ما كتشوفو معايا وبعد نحكمت تعني الحبزة وجادرتها بنفس الطريقة وبديت ندير في اللاصوس تاعنا في صلصة الطماطب من تاعنا كي ما ركوا تشوفو معايا بهالطريقة وضفت على العجينة هادي كلاصوس تاع الطماطب من تاعنا وسكمنا ها كي ما بتشوفو معايا نزيدو لها هادك شوية تاع التعجاج اللي كنا قليناه مع البصل نضيفوه له هادك البيتزا بتاعنا بهالطريقة ضفت لها شوية تاع زيتون الخطر دونك تزيين اختياري كل واحده وكيفاش يبغيه دونك انا وش كان عندي في دار درت في هادك شوية تاع زيتون شوية تاع فورماج بانسيون ونديروها في اله ندير ونديروها زيني شوية حبيبات تاع زيتون كحل ونديروها طيب طيب على على ميتين دراجة وبعد ما الطيب نضيفو لها شوية تاع من طيب من التح نضيفو لها شوية تاع الفورماج غابي ونشعلو لها من الفوق وهدي هي الفيديا تاعنا ارا كنتشوفوا معايا النتيجة تخرجت خفيفة ما شاء الله قضن اكنتشوفوا معايا رهي الفيديو تحكي وحدها جيم ما شاء الله دونك هذي هي الفيديو تاعنا نتمنى تكون نلت اعجابكم واتسيوها تهلو لفر وحديكم انا بخشة ان شاء الله